حنتعرف بفيديو اليوم على خوارزميات الماشين ليرنينج المختلفة أكثر الخوارزميات استخداماً هنالRecommendation System, Supervised Learning والUnsupervised Learning واللي حنتطرق لهم بشرح كافي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة الRecommendation System أو نظام التوصيع هو أداة تقدم اقتراحات مخصصة للمستخدمين بناء على تفضيلاتهم وسلوكهم يعني بيجمع لي بيانات حول المستخدمين والعناصر وبيستخدم تقنيات مختلفة لتحليل هذه البيانات وإنشاء توصيات على سبيل المثال، إذا صرت حاضر ثلاث فيديوهات من سلسلتي للماشين ليرنينج على يوتيوب ونالت إعجابك وحتت للايك، يوتيوب حيقترح لك باقي الفيديوهات تلقائياً يعني هلأ حتلاقي الفيديو الرابع بعنوان Supervised Learning موجود بالRecommendation List عندك بيوتيوب طبعاً لأنه يوتيوب عنده نظام توصيئ Recommendation System والهدف من هذا النظام هو تحسين تجربة المستخدم من خلال عرض المحتوى الذي يتماشى مع احتماماته وتفضيلاته أما بالنسبة للSupervised Learning والذي يعنى بالتعلم الخاضع للإشراف في عنا نوعين Regression Classification وبالنسبة للUnsupervised Learning، تعلم الغير خاضع للإشراف في عندي Clustering Dimensionality Reduction يلا نبدأ بالتعلم الآلي الخاضع للإشراف Supervised Learning واللي هو الأكثر شيوعاً بين الخوارزميات التي تتعلم من X إلى Y أو بصيغة أخرى من Input لتعيين الأوتبود السما الرئيسية للتعلم الخاضع للإشراف هي أنك بتقدم أمثلة للخوارزمية لحتى تتعلم منها بعد ما أدرب الخوارزمية على عدة أمثلة خلينا نتفق اسمها Data Set بالنهاية رح تصير الخوارزمية قادرة على أنها تاخد Input وحدة بدون الأوتبود وتعطيني تنبؤ أو تخمين دقيق بشكل معقول للأوتبود لنلقي نظرة على بعض الأمثلة إذا كان عندي Input هو عبارة عن بريد الكتروني والأوتبود هو إذا كان هذا البريد عشوائي أو مانو عشوائي هذا الشيء بمنحني تصفيه لصندوق الإيميلات عندي إذا كان عندي Input عبارة عن مقطع صوتي وكانت وظيفة الخوارزمية هي إخراج نسخة نصية من هذا النص فهذا يعني التعرف على الكلام أو إذا كان Input هو إدخال باللغة الإنجليزية والأوتبود هو تحويله إلى إسبانية، عربية، هندية، أي أن كان فهذا هو الترجم الآلية أما الشكل الأكثر ربحا من التعلم الخاضة للإشراف اليوم هو أن يتم استخدامها في الإعلانات عبر الإنترنت يعني مثل ما بنعرف أغلب المنصات صارت تحتوي على خوارزميات تعليمية الإنبوت تبعه هو المعلومات حول أحد الإعلانات وبعض المعلومات عن اليوزرز وبتحاول تعمل ماتشينج بينهم لمعرفة إذا كان هذا اليوزر حيقرأ هذا الإعلان أو لا هذا كان درسنا لليوم بشوفكم الدرس الجاي بتتمي للسوبرفايز ليرنينج ترجمة نانسي قنقر